تحفيز ابنك للقرآن الكريم يجي بالتدريج والتشجيع والتحفيز الأصل إنه هو يتعلم على يد حادق يعني متقن في تلاوة القرآن الكريم مجاز إنه يقرأ هؤلاء بإنه يقدر يقرأ بطريقة منضبطة منضبط فيها بأحكام التلاوة بأن الله تعالى أعلمنا وردت للقرآن ترتيلا إذن له علم عظيم جدا يحتاج إلى دربة يحتاج إلى إن أنا بدرب له قدامي إزاي ينطق الحروف إزاي في علم الوقوف يقفين ويبتدي منين وده ما ينفعش يبتدي منه وكل أحكام التلاوة المفروضة عن طريق معلم من هنا لغاية ما تجدي حتى ولو حتى عبر الأونلاين إن أنت يقدر يعلمه ويوجهه لي القراءة المظبوطة تسمعيه كتير جدا بطريقة غير مباشرة القرآن الكريم يعني كم حفظنا الحقيقة في الصغر صور كتيرة ومجرد كثرة يعني ما بنسمع القرآن في البيوت فده يبقى دايما شغال من وقت للتاني إنه بيسمع يعتاد السماع ده بيعلم كتير جدا وبيعين على سرعة التعلم وبيربي أذن موسيقية مرتبطة جدا بنغم القرآن الكريم فأرجو منك إنك أنت تلتزمي بهذا الأمر مع إنك تحاولي تسمعي أنت الأول عشان تقرئيه قراءة منضبطة بالنسبة لي سؤال سريعا الأختنا نجلاء التصرف اللي الولدة الستة الولدة عملته في حال وفاء اللي هي من تقسيم ثمن الشقة على عين حياتها التصرف حال الحياة وهو جائز ولا شيء فيه ما أوصت به لأولاد البنت إذا كان الأمر ده مكتوب مقيد فلا خلاف وإذا كان غير ذلك هننفذ ده في حدود السلس وما زاد على ذلك يكون بإجازة الورثة أختنا الفاضل